المصائب لا تأتي فرادة، هذا هو حال السودانيين. فمع انعدام وجود حلولاً للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر، تأتي البيانات والتصريحات الدولية الخاصة بالواقع المعيشي في البلاد لتزيد الطين بالله. برنامج الأغذية العالمي قال أن أكثر من ثلث سكان السودان يواجهون حالياً انعدام الأمن الغذائي الحادة مع عدم كفية الأموال لمواجهة هذا الخطر. البرنامج التابع للأمم المتحدة أكد أن عدد من يواجهون الخطر بلغ 15 مليون شخص بزيادة تقدر ب7% عن العام الماضي. مضيفاً أنه إذا استمرت المؤشرات الحالية فأن العدد قابل للارتفاع إلى 18 مليون أي 40% من سكان السودان بحلول أيلول سبتمبر المقبل. ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان أيدي رو أوضح في بياناً أن آثار الصراعات والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والسياسية وارتفاع التكاليف وضعف المحاصيل مجتمعة تدفع الملايين إلى الجوع والفقر. فيما لا تتناسب مستويات التمويل مع الاحتياجات الإنسانية وفق تعبيره. على نحو متصل حضرت منظمات دولية من الواقع الماسوي الذي يعيش أطفال سودانيون في ظل ما يعانونه من سوء التغذية. منظمات بلان انترناشنال وإنقاذ طفولة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة يونسيف وورد فيجين أكدت في بيان مشترك أن ثلاثة ملايين طفل سوداني دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحادة وأن حوالي ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألفا قد يموتون هذا العام لعدم توفر العلاج. ويتركز الجوع في السودان بمناطق الصراع وخصوصا في ولاية دارفور وكانت أعلى نسبة في منطقة كرينك التي تعرضت لموجات عنف متعددة.